من القاهرة الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية دكتور مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا ما المتوقع من هذه الخطوة هل ممكن فعلا أن يتم التصويت في مجلس الأمن لفرض عقوبات ضد كوريا الشمالية بعيدا عن التصعيد العسكري الذي لوحت به واشنطن نعم وهذا ما تبغيه حتى الحليفين الرئيسيين لكوريا الشمالية الصين الشيوعية وروسيا الاتحادية الذين يروا في كوريا الشمالية أنها شر ولكن بالنسبة لهم في البحر الصيني وفي شرق أسيا شر لا بد منه وحالة ضرورة في مجابهة الغطرسة والهيمنة الأمريكية على مقادير العالم بأسره ولكن التحفظ الشديد الذي لوحت به وأفصحت عنه قيادتين الروسية والصينية بأنه لا استخدام لقوة عسكرية ولا استخدام حتى لتمرير قرارات أو تفويل من مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية ومن ثم فإن المحتمل وفقا لتقرركم أنه ستكون عقوبات اقصادية ولكنها شديدة حظر توريد كافة المنتجات البترولية الغاز والبترول والمشتقاتهم وأيضا حظر استيراد السلعة الاستراتيجية الرئيسة لكوريا الشمالية ما تأتي لكل هذه الإجراءات إن اتخذت على كوريا الشمالية دكتور؟ البترول أمره هيكون صعب لأن البترول هو عصب الحياة كما يتدفق الماء في الشرايين البترول سيكون عصب حياة وشرائين بتتقطع للشعب لحياة الكوريين ولكن كوريا الصين تحديدا لن تتوانى في مد حليفتها وهي كوريا الشمالية سابقا حليفة سابقة التي مدتها في الحرب الكورية عامي 1950 حتى 1953 بربع مليون محارب مقاتل على مدار الحرب الكورية كبدوا الولايات المتدل الأمريكية أكثر من 35 ألف قتيل غير المفقودين والمصابين كل الاحتمالات واردة ولكن أعتقد أن كل القاضى مهما وأقصد الكوري الشمالي والرئيس الإدارة الأمريكية في اللحظات العصيبة الخطيرة بيتحلوا بالحكمة والحنكة والتؤدى حتى لا يجر البشرية فعلا دونما مبالغة إلى حرب عالمية كبرى حتى وإن كانت في النصف الشرقي من اليابسة الأرضية ستأتي على الذرع والدرع في أسيا كلها دكتور دور أسطين وروسيا حليفة كوريا الشمالية في عرقل تنفيذ القرار الذي تدعو إليه واشنطن لن يمر أي قرار يقتل الدولة الكورية قتلا بطيئا ما أعني حظر توريد المنتجات البترولية كافة وإن كانت القرارات الأخرى أو البنود الأخرى التي تتمثل في عقوبات ذكية تستهدف ليس فقط الرئيس الزعيم الكوري الشمالي ولكن كل دائرة وكما حدث مع أنظمة أخرى استهدفهم بتجبيد أموالهم وحظر ومنع تحركاتهم خارج بلدهم ومنع استقبالهم في كافة دول أعضاء الأمم المتحدة هذه القرارات لن تتحفز عليها الإدارة عفوا الصين ولا روسيا كما اتخذت أخر قرارات أكثر من ست قرارات ربما تكون صدرت بالإجماع وتحديدا منذ عام 2006 وهو العام الذي شهد انسحاء والعام الذي شهد صدور قرار بالإجماع بما فيه روسيا والصين ضد كوريا الشمالية من مجلس الأمن بضرورة رجوع كوريا الشمالية إلى معاهدة حزرة انتشر الساحة النووية التي كانت انسحبة مانيا كوريا الشمالية في العام 2003 دكتور في ظل كل هذه الأجواء والإجراءات والمد والجزر هذا بين كوريا الشمالية وبقية الدول ما الحل الذي يلوح في الأفق لمحاولة ردع كوريا الشمالية عن الاستمرار في برامجها الفاليستية والنووية لا تزال الحلول الدبلوماسية الوسائل السلمية لتسوية النزاعات وهي وسائل غير إلزامية بالمناسبة لا تزال في الجعبة ولم تفرغ نهائيا يمكن أن تكون هناك المفاوضات التي تجري بالتوازي مع ضغوط خارج مجلس الأمن يمكن أن تكون هناك مساعة حميدة أو وساطة للأمين العام للأمم المتحدة أو لقيادات حتى قيادات وزعمات سابقة لها علاقة وطيضة بالزعيم الكوري مثل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر تحديدا هذه الظروف العصيبة ونحن فعلا على شفئة أو على شفير حرب فظيعة قطيرة تستلزم الجهود الدبلوماسية ودوما المفاوضات الدبلوماسية المباشة بين أطراف النزاع هي الوسيلة الأسرع والأحصم والأمثل إن لم تجدي نفعا دكتور هل الحل العسكري سيكون مطروح برأيكم من قبل الولايات المتحدة؟ الرئيس الأمريكي أكد على هذا إدارة الرئيس الأمريكي البنتاجون أكدوا أن هناك خطط محددة وهناك أهداف فعلا مسبق رصدها واستطلاعها من قبل أجهزة الاستطلاعات والاستخبارات وربما حتى العملاء في داخل كوريا الشمالية ولكن شخصيا لا أحبز اللجوء لمثل ذلك القرار ولا بد أن نشير إلى أن القائد قوات الأمريكية العسكرية في كوريا أيضا 1951 وأثناء الحرب الكورية سر نزاعه مع الرئيس الأمريكي ترومان ما أقصده الفيلد مارشل المشير ماك أرقر عزل 1951 لإصراره على ضرب وقصف بكين العاصمة الصينية في ذلك الوقت بالصواريخ النووي الأنى الحكمة التعدى مطلوبة شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية سابقا ترجمة نانسي قنقر